السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لحلقة اليوم والذي تمركز حول فوائد بيد السمان او معروف ايضا باسم الفري للطيور. حيث يعتبر هذا هذا البيض مهم جدا مهم جدا يعني من ناحية البروتينات واذا قرضناه بالبيض الدجاج العادي. فيو غني جدا. هذا من جهة. اه بالنسبة لفوائد البيض السمان كما ترون. فهو يحتوي على الحديد والماغنيزيوم والزنك والنحس والفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم. وايضا الكثير من المغذيات الدقيقة الاخرى. كما يحتوي بالاساس على احماض الامينية والاحماض الدهنية الاساسية. اه وايضا يحتوي على النسبة مهمة من الكوليستيرول. اه ايو اذا قارننا هذا البيض بالبيض العادي يعني بيض الدجاج. فهذا البيض يعني نسبة البروتينات التي يحتوي على هذا البيض. فهي تضاهي. فهي تعتبر ثلاث عشر بمئة مقارنة بالبيض يعني زي يعني ثلاث عشر بمئة اكثر من البروتينات الموجودة في البيض العادي. حيث ان هذا البيض يساعد بالخصوص الفراخ الصغيرة والطيور الضعيفة بشكل افضل من اجل تحسين وتقويم وتقوية جهاز مناعتها. وايضا يساعد ضد طرابة الجهاز الهدمي للطيور. كما ان هذا البيض يساعد على علاج فقط دم الطيور وايضا ازالة السموم والمعادين تقيلة من دم الطيور. هذا من جهاز. كما ان هذا البيض يمكن يساعد على حل مشاكل تنفسي الطيور. حيث ان من اعراض مشاكل تنفسي الطيور. لاحظ ان الطائر يفتح بالسمرار ويقوم يعني كما نقول انه يعني يجد صعوبة كبيرة في التنفس. فهذا البيض يعتبر من العلاجات الاساسية لعلاج هذه الحالات من مشاكل التنفسية. كما ان هذا البيض ساعد على الحجارة من الكابد ايضا. وكما ان هذا البيض يعتبر يعني من اشياء المهمة جدا بالنسبة لهذا البيض يعني بيت السمام. يعتبر محفز جنسي قوي. اه بالنسبة للطيور حيث ينصح بتقديمه في فترة اه في فترة تجاوز الطيور. كما قلنا سابقا انه يساعد الطيور يعني يساعد الطيور في رنخ على فتح الشهية بالنسبة للطيور. يعني حيث انه يفتح شهية الطيور. اه وبالتالي تصبح قابلية الطيور الكبيرة جدا. الشيء الذي يساعدها على نمو ريش جيد وايضا على نمو وعلى ايضا على مناعة قوية جدا. كما ان هذا البيض غني بمضادة اكسادة والاحمار الامينية. يعني يعتبر بمثابة مضاد يعني مضاد بالنسبة لجميع الامراض يعني مجموعة كبيرة من الامراض. اه هذا مجهر. كما كما يجب ان نؤكد على شيء واحد يعني ان الشيء يزاد عن حد انقلب الى ضده. يعني رغم ان هذا البيض يحتوي على مجموعة من الفيتامينات وانه مهم جدا للطائر كما قلنا سابقا. لكن يجب اعتماده بطريقة معتدلة. اه لتفادي وقوع الطيور في 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 الصمنة. هذا من جهة. وايضا يجب اذا يعني عند تقديم هذا البيض للطيور يجب اه اه ارفقه بوضع خلط فع في مشربية الطيوب. وذلك يعني لتسهيل هضمه من طرف الطيور. وتفادي للشحمة هذا من جهة. اه بس كما يقولون الوقاية اهم منها العلاج. يعني لتفادي ان وقوع الطيور منش في الشحمة يعني موازاتا مع تقديم هذا البيض للطيور. ننصح بتقديم معه خلط شفاح في المشربية. اه اتمنى اكون قد افدتكم قليلا. اه اتمنى تشاركون ارائكم وستشاراتكم بخصوص هذا الموضوع. والسلام وعليكم رحمة الله تعالى وبركاته.